طيب خلينا نقول إن الميزان من الأبراج اللي ما بتحبش تبايا المقصرة في دورها أبداً أبداً يعني هو لو أنت حسست الميزان وانت معه لو اتهمتوا بالتقصير حسرتوا بالتقصير حالب الترابيز عليك وحيطلع لك إن أنت اللي كنت مقصر ويجيب لك بقى في تاريخ من الأول ما تعملش بقى في الحتة دي ولا يتحاسب ولا يتحاسب لأنه رافض يبص في مرايته لأنه رافض يبان غلط على فكرة وانا مش بقول كده إنه هو الميزان وحيش على فكرة ده من أكتر الأبراج اللي فيها ميزات أكتر من عيوب لأنه لابق ولأنه دبلوماسي ولأنه بيحب السلام حد بيبغى السلام لكن فيه طبعاً عيوب اللي هي ولا بيشوف نفسه غلطة كسر من رايته تاني حاجة ما بيحبش يبان مقصر وعلى فكرة دي ميزة هو أنت لما بتحبي متأسطريش في دورك أنا بشوفها ميزة لكن التعامل مع الفكرة دي هي اللي مش ميزة إنك حتقلب الترابيزة بقيت أنت اللي مقصر وهو اللي على حق العقرب وإنت بتتعامل مع العقرب تحط في الاعتبار أنك ما تستهونش بزكاءه خالص خالص بيحكمه كوكبين المريخ وبلوتو بيديلوا زكاء فوق زكاء البشر العادي يبقى العقرب أعلى مستوى من الزكاء واللي بتعامل قصاده فما تستهونش بزكاء وإنت بتتعامل مع العقرب تفهم إنه لا يجيد حكتين ولا التنازلات ولا التراجع دي حتتين ما بيلعبش فيهم العقرب لا تراجع ولا التنازلات ولا تنازلات وحاجة تانية في العقرب معلش عقرب مميز فإحنا فيه كذا حاجة لازم نحطف لأعتبار إنه ما بيغفرش الخطأ في حقه بسهولة يعني أنت لو أخطأت في حقه في أبراك تانية ممكن تسامحك وتفوت وتتغافل وتتجاهل العقرب لا يغفر الخطأ في حقه بسهولة خاص تعطف لأعتبار بغفرانه صعب وأكيد يعني صعب أي القوس وإنت بتتعامل مع القوس تعرف إن هذا البرج على طول مستعجل على طول مستعجل إقاعه سريع جداً جداً فالقوس تحط في الاعتبار إنك بتتعامل مع شخص بستعجل على طول إقاعه سريع وعنبه حيوية وحياة تاني حاجة في القوس وإنت بتتعامل معاه تتعرف إنه تاجر شاطر جداً في التجارة وفي البيع والشيرة وجامع المال لأنه يحكمه جبتان جبتان لو كوكب النمو والثراء فهو شاطر في الحتة دي يعني تسويق وبيع وشيرة وتاجر ما تتزكاش على القوس يعني ما نعودش نفاصل معاه كتير مواليز القوس ما بتحبش اللف والدورة هتتعامل مع مروض قوس حط في الاعتبار إنك ولا تلف ولا تدور عليه خليك مباشر عايز أقول حاجة تانية للقوس تحط في الاعتبار إنه القوس من الأبراج اللي تدي فرص كتير مش من أول فرصة بيقول جيم أوبر أو إنه هو يطلعك بره اللي يعني لأ حيديك فرصة واثنين وثلاثة لكن لو حاس إنك ما تعرفش تستغل الفرص اللي بيديها لك بيندمك على الفرص اللي بديها لك قبل كده فإحسن استخدال الفرص اللي بيديها لك كتير أو القوس ترجمة نانسي قنقر